اعرف يعني ايه معنى كلمة فيزا شنجن الناس اللي بتحب السفر بقى والسفريات تسمع كتير اوى عن كلمة فيزا شنجن اه تبقى متعرفش يعني ايه شنجن وتبقى عارف يعني تايه كده ويعني ايه فيزا شنجن اصلا بص يا صاحبي الفيزا شنجن دي باختصار دي عبارة عن فيزا مجمعة لستة وعشرين دولة من دول اوروبا ياه فيها ستة وعشرين دولة من دول اوروبا ايوة بمجرد ما بتاخدها من اي بلد من الستة وعشرين دول تقدر تدخل بقية الخمسة وعشرين دولة البقية بدون اختام بدون تأشيرات بدون اي حاجة يعني من الاخر تأشيرة كومبو يعني يبقى ايه زن لو معنى كلمة شنجن يعني هي لما جواها خمسة وعشرين دولة غير الدولة اللي انت فيها اللي انت هتاخدها منها يعني مثلا انت روحت ايطاليا مثلا خدت الفيزا شنجن من ايطاليا تقدر تدخل بقية الخمسة وعشرين دولة التانين من دول اوروبا ايطاليا دي دولة اوروبية فالدول الاوروبية عندك تقدر بالفيزا دي تخش خمسة وعشرين دولة غير الدولة اللي انت فيهم يعني هي من الاخر ستة وعشرين دولة فيها يعني باختصار زي عروض الشامبو كده شفت انت اعلان شامبو لما يجيلك قولك اشتري واحدة واخد عليها خمسة وعشرين هدية هي يعني حاجة زي كده هي نفس الحكاية خد تأشيرة دولة واخد الخمسة وعشرين دولة التانين هدية طب تعالا كده نشوف الدول ديت زي مثلا ايه عندك مثلا زي اسبانيا عندك البرتغال عندك فرنسا ايطاليا المانيا النمسا سويسرا ايسلندا الدينمارك لوكسنبورج هولندا بلجيكا مالطا كرواتيا عندك اسطونيا لاتيفيا ليتوانيا جمهورية اللي تشيك الماجر بولندا سولوفاكيا سولوفينيا اليونان السويد فلندا النرويج يانهر ابيض كل دي دي ولا اقدر ادخلها من غير لا تأشيرة ولا اختام لو انا خدت تأشيرة شينجن بتاعت اي دولة فيهم ايوة طب ايه الورق المطلوب عشان اعرف اجيب الفيزة الحلوة دي بقى يعني انت دلوقتي بيدور في دمكتب ازاي عرف اجيب فيزة الشينجن دي بص يا صاحب فيه ورق عام بيتكرر في اي صفارة وفيه ورق بتتميز بيه صفارة عن تاني هكلمك انا بقى عن الورق العام اللي اي صفارة بتطلبه وبعدين هكلمكو بقى عن الاختلافات اللي في بعض الصفارات او هنسميها يعني الطلبات الخاصة لبعض الصفارات طب تعالى كده نمسك اول حاجة ونتكلم عنها بالتفصيل اول حاجة معلم لازم يبقى عندك كشف حساب بنكي عشان تاخد تقشرة الشينجن دي لازم يبقى معاك كشف حساب بنكي كشف كده محترم كل السفارات اللي موجودة في الشينجن هتطلب منك كشف الحساب البنكي لاخر 6 شهور باستثناء اعتقد بلجيكا بيطلبوه الاخر 3 شهور بس اما بقية السفارات التانية 25 سفارات التانية هتطلبوا منك لاخر 6 شهور اهم حاجة بالنسبة للحساب البنكي هو خلي بالك تكون في عمليات سحب ويداع ما شيف الفترة الاخيرة بالذات لازم تعمل فيه سحب ودع ما يبقاش حساب راكد لانهم لو عايزين يعرفوا رقم نهائي وخلاص كانوا طلبوا منك الرقم النهائي وخلاص اللي في الحساب لكن هم بيطلبوا منك كشف حساب لاخر 6 شهور عشان يعرفوا منه طريقة صرفك وطريقة حياتك وهل انت مثلا مستقر في بلدك ولا عايز تقط وتهرب وما ترجعش فهو ده الهدف من كشف الحساب ممكن واحد مثلا يقول يا طب ما دي مشكلة كبيرة وانا اصلا لا اقول هنا لما اجيب كشف حساب اجيب كشف حساب من ايه هقول لك يا سيدي لو مش معاك حساب بنكي ممكن تاخد مثلا كشف الحساب بتاع والدك او والدتك مثلا او مثلا ممكن حد من اخواتك بس خلي بالك هتاخد منه تعهد انه هيتحمل المصارف بتاعتك اثناء الرحلة بتاعتك كلها يعني ايا كان اللي انت هتاخد كشف الحساب بتاع ده مثلا بتاع ابوك وبتاع امك او بتاع حد من اخواتك الشخص اللي انت هتاخد كشف الحساب بتاع ده هيتعهد ان هو اللي هيتكفل بكل مصارفك برضو دي ما فيهاش مشكلة خالص وطبعا لو هتاخد كشف حساب اخوك او اختك لازم يكون هما اكبر منك في السن يعني طب بالنسبة للناس اللي هتسأل هو الرصيد المفروض يكون كام يعني انا المفروض يكون معايا كام في الرصيد بتاعي اللي في الحساب هقول لك معظم السفرات بتفترض وجود 50 يورو في حسابك لازم يكونوا دور موجودين في الحساب 50 يورو بقى اشوفهم لو بالمصري شوف اليورو بيعمل كم مصري هتقعد مثلا في البلد دي اسبوع يبقى تدرب 50 يورو في السبعة ايام بتوع الاسبوع وتشوف هيطلع لك كام ماشي ويكون رصيدك في البنك ما يقلش عن الرقم ده هقول لك يا معظم السفرات بتفترض ان ما يقلش مصروفك في اليوم عن 50 يورو يكونوا في حسابك كل يوم يعني انت مثلا هما بيحسبوها ان انت هتيجي البلد دي مصروف الشخص في اليوم بيبقى 50 يورو اقل حاج فالمفروض اليوم الواحد عندك ما يقلش 50 يورو هتقعد مثلا في الرحلة دي 7 ايام انت خلاص انت واخد التأشيرة لمدة 7 ايام بلازم كل يوم يبقى فيه 50 يورو يبقى اضرب الخمسين دي في 7 ايام يعني احنا مثلا لو جينا حزبة كده بالراحة كده تروح جايب الالح كده هتضرب الخمسين في 7 هيديك 350 يورو يبقى انت المفروض الحساب بتاعك ما يقلش عن 350 يورو والمفروض يزيد يعني الافضل نوع يزيد بس هو اقل حاج تدائتة دي لو رحلة 7 ايام بس اسبوع لو طولت الرحلة عن كده يبقى هتزود عن كده اضرب في عدد الايم اللي انت هتقضيها وتدرب بقى شوف انت بقى اليورو عندك في بلدك في مصر مثلا او اي ان كان دولتك هيبقى بكام مش عشان تحسب انت هت يعني هيبقى المبلغ قد دي وهو عرصيدك في البنك يقل عن الرقم ده ابدا بس عشان اكون صارح معاك ده مجرد كلام نظري بعد تعاوم الجنيه لو رصيدك اقل من 2000 يورو فاي اصفارة شينجين فرصتك هتبقى ضعيفة او تمام فيعني 350 يورو ده ده كده مجرد كلام كده احنا بنقوله بالكلام النظر اما دلوقت زي ما قلتلك لازم رصيدك يكون عالي كل ما رصيدك كبر كل ما كانت فرصتك هتبقى اكتر ان انت تاخد التأشير طيب دلوقتي كشف الحساب بتاع البريد افتراضا واحد ما عندوش كشف حساب من البنك ما عندوش حساب بنك بس عندو في البسطة عادي ما تقلقش الصفارات بتقبل بي عادي بس المهم ان ما يكونش حساب راكد يعني ما يكونش واقف زي ما قلتلك لازم يكون عليه حركات سحب ويداع مستمر وخصوصا اخر 6 شهور طيب بالنسبة للودائع او الشيكات البنكية او السندات دي مفيدة طبعا ولكن مش بتغني عن الحساب البنكي ولازم خلي بالك ان الحساب البنكي يكون موجود سواء حساب جاري او توفير وخلي بالك ان كشف الحساب ده هو اهم ورقة من اوراق الشينجن كلها لو متزبط كويس وعليه عمليات سحب ويداع كتير قوي ومشترات بالفيزا ورصيد نهائي معقول وقتها بتبقى نسبة قبولك تبقى عالية طب ده كده بالنسبة لكشف الحساب طب تاني حاجة بالنسبة للحر لتر اللي هو ما بتجيبه من شغلك هتجيب حر لتر من شغلك مكتوب فيها انك شغال في المكان مثلا الفلاني من سنة كذا ومرتبك الشهري او السنوي هتكتبه مثلا هيبقى كذا وهتاخد اجازة من يوم كذا ليوم كذا وكمان ان الشغل بيبقوا موافقين على اجازتك وانك هترجع تشتدل تاني في الشغل ده بعد ما تنتهي الاجازة ولو متأمن عليك اكتب رقمك التأمين جوه الاتشعار وبعدين في الاخر هتكتب عنوان الشركة والايميل ورقم التليفون بتاع الشغل اللي انت فيه وهتختمه من الشركة ختم رسم ويكون متوجه للصفارة اللي انت عايز تقدم فيها يعني انت مثلا لو هتقدم في ايطاليا يبقى متوجه للصفارة الايطالية لو هتقدم مثلا في اسبانيا يبقى متوجه للصفارة الاسبانية وهكذا طب لو بتشتغل شغل خاص يبقى هتجيب سجل تجاري وهتجيب بطاقة ضريبية وخلي بالك يكون عد عليهم على الاقل سنة من تاريخ انشاء الشرك ويكون ليك ملف ضريب حقيقي مش مجرد ملف وهمي خلي بالك من الحتة دي طب لو لسه طالب هتجيب شهادة قيد من شؤون الطلب عندك في الكلية وخلي بالك ان سفارة ايطاليا هي الوحيدة اللي بتطلب برنت تأمينات ويكون البرنت ده كمان مختم من شغلك يعني لو مش متأمن عليك في شغلك ما تفكرش انك تقدم في ايطاليا ابدا ابدا لانك هتترفض طب لو بتشتغل بقى شغله حر لو الفريلانسر وغيره الفريلانسر المعتمد والمعروف عند السفارات هو اللي بتجيله تحولات وادعات منتظمة شهرية من المؤسسات او الشركات اللي بتعمل معاها وبيكون عنده نسبة من الارباح ديت عند الشركات دي يعني من الاخر يكون بيتحول في حسابك اداعات منتظمة شهرية تثبت انك فعلا فريلانسر او بيبعتلك مثلا تحولات بنكية منتظمة بكل المبالغ اللي بتشتغل بيها من المواقع او بيجيلك مثلا ارباح من شغلك بيدعات منتظمة برضو او بشيكات مقبولة الدفع وقتها انت بتاخد الشيكات ديت وبتحطها في حسابك وده بيكون اثبات تعاقداتك مع الشركات الاولاين دي يعني ده اللي بيثبت قدام السفارات انك فعلا متعاقد مع الشركات دي وبتشتغل لها فريلانسر وبالنسبة للتحولات على وسترن يونيون لو كانت شهرية ومستمرة ينفع تقدم اصالات التحول كدليل عادي على شغلك بس خلي بالك ده مش هيغنيك عن الحساب البنك الجاري او التوفير لكن الاصالات اللي انت هتقدمها ديت هتبقى مهمة قوي قوي عشان تثبت بها شغلك طب لو انت يا معلم بقى لسه متخرج وما بتشتغلش هتكتب في الابليكيشن انك مش بتشتغل بس الاعتماد كله ساعتها هيكون على ايه بقى يا معلم هيكون على كشف الحساب البنكي لازم يكون متضبط اوي 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 عشان يوفق ان حد مش بيشتغل يقدر ان هو يسافر اوروبا فرصتك طبعا هتبقى قليلة اوي من اللي بيشتغل بس هتبقى مش مستحيل يعني عادي ممكن يدوك التأشير عادي طب لو انت بتاخد معاش يعني مثلا لا بتشتغل ولا بتدرس ولا بتعمل اي حاجة انت بتاخد معاش بتاخد شهادة بقى في الحالة دي من التأمينات مع بقى ورقك انك على المعاش بدل الشهادة بتاعة الـ HR اللي انت هتجبها من شغله وبرضو فرصتك هتبقى يقلب كتير من اللي بيشتغل لكن برضو مش مستحيل يعني فيه امل برضو امل ما ماتيتش ما تقلق اسيق طيب كده احنا خلصنا من كشف الحساب خلصنا من شهادة الـ HR تالت حاجة بالنسبة لحجز الفندق بقى كل الصفارات اللي في الشنجن بتطلب حاجز مبدئي مش مؤكد من بوكينج يعني تدخل على موقع بوكينج تحجز منه فندق حاجز مبدئي كده يعني مش لازم تأكد مش لازم تدفع يعني بس مجرد انك تكون حاجز بس باستثناء الصفارة واحدة بس اللي هي بتاعت اليونات دي بتطلب حاجز مؤكد وكمان مدفوع لازم تكون دفع تمن اولاين قبل ما تروح ويكون من الفندق نفسه وطبعا الحجوزات انت هتعملها من بوكينج وهتكون free cancellation يعني ممكن تكنسلها او فيها خاصية الالغاء المجانية ووعى اوعى اوعى تلغي الحجز قبل ما تستلم الفيز يعني اوعى تروح تقدم وتروح تاني يوم تلغي الحجز اوعى لانهم بيعملوا تشك على الحجوزات في اخر ايام الفحص بتاع الورق بتاعك عشان يتأكدوا فعلا ان الحجز موجود خليك صيعة كده وانت بتحجز الفندق بمعنى ايه؟ ما يبقاش رصيدك في البنك 3000 يورو مثلا وتقوم حجز فندق في الفور سيزون ب1000 يورو في الليلة اختر الفندق اللي يبقى مناسب مع رصيدك اللي في البنك عشان يبقى منطقي يعني انك في حالة رايح رحلة ومنظم لها ومخطط لها مش مجرد حد بيكمل اوراقه خلاص يعني الناس دي ما بيندحكش عليها برضو عندك مثلا حجز الير بي ان بي والهوستلز مقبول بي عادي في السفرات لكن اللي مش مقبول بي في السفرات ابدا هو الكاوتش سيرفينج لو هتقعد مثلا اسبوع او عشر ايام او مثلا اسبوعين في بلد معينة متحجزش كل الحجوزات في فندق واحد او في مدينة واحدة لان مفيش سايح في العالم بيقعد في مدينة واحدة او في فندق واحد طول مدة رحلته الطويلة يعني مثلا لو هتروع عشر ايام فرنسا احجز مثلا فندق ثلاث ايام في باريس وثلاث ايام في موناكو ومثلا يومين في ليل واثنين في بوردو يعني خلي السفرات تحس انك واحد رايح رحلة مش مجرد واحد كده بيعبي ورق وخلاص يعني مش تقوم تحجز مثلا الاسبوع كله في فندق واحد وفي مدينة واحدة يعني تحس كده مش هيبقى واقعي يعني مش لوجيك ابدا يعني وخلي بالك بلاش انك تستنصح وتسترخص وحيات اغلى حاجة عندك يا شيخ احجز الفندق بكريدت كارد سليم وفي رصيد كافي بعدد اليام اللي هتحجزها لان الفندق لو شاف ان الكارت مضروب او ما فيهش رصيد كافي هيعمل لك cancel على الحجز وبالتالي يا معلم لما السفرة تدخل وتشوف الحجز هتلاقي متcancel اصلا فتقوم اديك الرفض الماتيه طب نيجي بقى الحجز الطيران طبعا برضو انت هتعمل حجز طيران مبدأي فيش السفرة شينجن بتطلب حجز طيران مؤكد طيب خمس حاجة معانا التأمين الطبي للسفر ده بيتعمل من اي شركة تأمين بحوالي 200 جنيه زي مثلا اليانز او مصر للتأمين او قناة السويس للتأمين المهم اهم حاجة ان الورقة بينكتب فيها صغريا فقط ان الحد الادنى للتأمين فيها 30 الف يورو وانها صالحة لكل منطقة الشينجن وهتغطي فترة اقامتك بالكامل في منطقة الشينجن اللي انت رايحها يعني يعني انت مش هتدفع 30 الف يورو ولا حاجة دي الورقة بيبقى مكتوب فيها كده بس صوريا يعني حاجة كده صوري كده طب سادس حاجة البسبور والبسبور لازم يكون بسبور ساري وصورة منه ويكون صالح لمدة 6 شهر فضلين يعني ما يكونش قدامه شهر ويخلص ما يكونش قدامه شهرين ويخلص لازم اقل لمدة يكون ساري فيها يكون لسه فيه فاضل فيه 6 شهر لقيته اقل من كده رح يعمل بقى واحد جديد طلع واحد جديد يعني لو بسبورك قرب ينتهي تجدده قبل ما تقدم على التأشير طب لو البسبور في قلبه اختام وفيز قبل كده انت كنت سافرت قبل كده ولا حاجة يبقى هتصور كل الاختم دي والفيز ديت وهترفقها مع الورق يعني هتحطها مع ورقك وانت بتقدمه لو الفيزا الشينجن على بسبورك ولسه ساريه وبسبورك انتهى هتطلع بسبور جديد وهتسافر بالتنين الزبط هيشوف الفيزا على القديم وهيختملك على الجديد وطبعا بقى الصور المطلوبة للشينجن بتبقى صورتين خلفية بيضة مقاسها بيختلف حسب الصفارة اللي انت رايحها اغلب الصفارات بتطلب ان يكون مقاس الصورة ثلاثة ونص فاربعة ونص طيب سابع حاجة عندك شهادة التحركات ودي بتنطلب لأول مرة بس ودي عبارة عن شهادة بتطلعها من العباسية او من محافظتك بتثبت فيها تحركاتك وسفرياتك خارج البلاد اخر سبع سنين تامن حاجة هتملى الابليكيشن بتاع التقديم على الصفارات وعندك اتنين اوبشا في الحالة دي بقى يا تطبعه وتملأ يدويه وتمضي في الاخر يا اما تملأ الكتروني وبعدين تطبعه معظم سفارات الشينجن بطلت تتعامل مع الجمهور فيس تو فيس خلاص ما بقاش في تعامل فيس تو فيس تاني بقوا بيتعاملوا معهم من خلال كوبري يعني ايه كوبري يعني مكتب وسيط بتروح له تسلم الاوراق بتاعتك وتدفع رسوم الفيزا وتبسم وتمشي وبعدين بقى يا معلم المكتب ده هو اللي بيودي الاوراق بتاعتك للصفارة من بره بره عشان الصفارة تفحصه طب اسم الكوبري ده اي بقى الكوبري ده بيبقى من المكاتب تلت انواع يا اما كوبري تي إل إس وكوبري في إف إس وكوبري بي إل إس طب بالنسبة لمكتب او مركز الفي إف إس جلوبا ده مسؤول عن تأشيرات السفارات هولندا النمسا إيطاليا السويد المجر اليونان ملطا البرتغال فلندا سوليفاكيا سوليفينيا ده كده اللي مسؤول عنهم مكتب VFS طب مركز البي إل إس ده مسؤول فقط عن تأشيرات سفارة أسبانيا بقى السفارات بقى بيتعاملوا مع الجمهور مباشر يعني تروح تقدم في السفارة مباشرة زي سفارة لاتيفيا النرويج لتشيك استونيا لتوانيا بولندا وطبعا رسوم الفيزا 80 يورو زائد 505 جنيه بتوع المكتب الكبرى الرسوم بتدفعهم بالمصر عادي باستثناء سفارة المجر بتطلبهم باليورو ما ينفعش فيها ان انت تقدم بالمصر كل الورق اللي مطلوب منك يترجمه إنجليش يترجمه للغة البلد اللي انت رايحها باستثناء إيطاليا لازم الورق كله يكون متترجم بالإيطالي وهتلاقي على موقع السفارات المكاتب المعتمدة اللي هترجم منها شو ما حدش يسأل يقول تبقى روح فين لا انت هتلاقي على السفارة اللي انت رايحها اسماء المكاتب المعتمدة اللي هم متعاقدين معاها تروح تترجم فيها وطبعا المكتب بتروحه لازم تتأكد إن هو معتمد وبيختم لك بختم الاعتماد الختم ده معروف عن السفارات ولما ترجم الورق ما تاخدش كده ورقك على طوله تمشي عميان من المكتب لا هو المكتب مش قرآن اللي ترجملك ده مش قرآن يعني لا المكتب ده ممكن يغلط خلي بالك وناس يامة يترجم لها ورق وكاد في أخطاء في الترجمة انت رجع تاني على الترجمة بتاعتك من المكتب بعد ما تسلم أوراك وانت هناك رجع تاني عليهم حرف حرفه كلمة كلمة لقيت التمام خلاص يمشي لقيت في حاجة أخطاء تقدر تصلحها وانت واقف هناك يعني تقولهم تاني تبلغوا طيب في بقى اسئلة بقى متكررة تحرست في كل بست تعال كده ما نجاوب عليها يجي قولك مثلا إيه إيه أسهل سفارة أخد منها الشنجين بص يا مفيش حاجة اسمها سفارة سهلة وصفارة صعبة من الآخر لو ورقك في قلبه مشكلة يبقى اتأكد إن مفيش حاجة اسمها سفارة سهلة لكن أسهل سفارة كمتطلبات أوراق يعني هي فرنسا عشان مش بتطلب شهادة التحركات ومش بتطلب برنت تأمينات من شغلك بس يعني وطبعا لو أنت أول مرة تقدم في الشنجين قدم شنجين في السفارات السياحية زي مثلا سفارات أسبانيا فرنسا إيطاليا هولندا ألمانيا السفارات دي لو أنت هتقدم شنجين قدم فيها لكن نبعد عن البلاد الإسكندنافية زي مثلا السويد النرويج لأن دي بلاد مهجر وشغل والجوء وابعت كمان عن البلاد الصغيرة جدا زي لاتافيا لأن مش منطقي حد أول مرة يروح أوروبا ويسيب كل بلاد أوروبا الكبيرة ويروح بلاد صغيرة طب سؤال تاني أنا ترفضت في الشنجين بيأثر علي لما أقدم تاني لا 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 ما بيأثرش عليك طب واحد بيسأل يقول إيه أنا ترفضت في الشنجين هل لازم أستنى ستة شهر عشان أقدم تاني لا لا مش لازم أقدم عادي من تاني يوم طب أنا ترفضت في الشنجين بيختموا على البسبور لو ترفضت لا ما بيختموش طب لو ما أقدم من دول الخليج في الحالة دي بيختموا على البسبور طب لو في مصر لا بطلوا يختموا على البسبور حالي وكده كده الرفض بيكون متسجل على السيستم أصلا حد تاني بيقولك أنا ترفضت في الشنجين لازم أقدم من نفس السفارة اللي أنا ترفضت فيها لا مش لازم أنا ترفضت في الشنجين التظلم أي كلام وتحصل حصل لا ساعات بينفى عادي يعني لو قدمت التظلم ساعات بينفى طب أنا بصبوري أبيض مش هتقبل أبدا في الشنجين لو بصبوري أبيض ما خدش عليه أي فزات قبل كده وأي تقشرات لا عادي من قالك كده لا هتقبل عادي لو ورقك مظبوط أنا خدت الشنجين وما سافرتش بيها هترفض لو قدمت تاني لا 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 ما لهاش علاقة طب أنا معايا شنجين سرية ينفع أدخل بلغاريا والبوسنة وبيلا روسيا وسوربيا من مصر مباشرة لا طبعا لازم تدخلهم من بلد شنجين ولازم الشنجين تكون مالتي انتري مش سنجل طب ينفع أخذ صلاحيات كبيرة للفيزا الشنجين ومالتي انتري من أول أو تاني مرة ينفع بس شرط أنك تركز مع صفرات السياحية الكبيرة في غرب أوروبا زي فرنسا وهولندا لأنهم بيدوها مالتي من أول مرة وبعد كده بقى تنشن على صفارة منهم وتفضل تقدم فيها كل مرة عشان يدهم فرطة في عدد الإيام يعني وكل ما تاخد منهم فيزا أكتر كل ما يدوها لك بصلاحيات ومدة أكبر في كل مرة خطة الرحلة مطلوبة مني من ضمن الأوراق إن أنا بقى مخطط لرحلتي لا مش مطلوبة بس لو عملتها هيبقى أحسن طبعا عشان هتثبت إنك مخطط لرحلتك كويس وعارف طبعا هتزور أماكن إيه يعني بتثبت للصفارة إنك واحد رايح سياحة وفاهم لكن هي مش مطلوبة نهائي يعني طب واحد يقولك أنا رايح فرنسا مثلا لكن ترانزيت إيطاليا كده أنا هختم فين في فرنسا ولا في إيطاليا هتختم في أول بلد هتدخلها من الشنجل اللي هي بلد الترانزيت ومش هتختم تاني أبدا في البلد الوجهة التانية يعني أقوله جنائي طيب أقدم في أنه وقت عشان فرصتي تبقى أزيد في الصفارة على حسب انت وضعك إيه لو طالب أو طالبة يبقى من المنطق إنك تقدم في الأجازات